السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم اجبر خاطري جبراً أنت وليه فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء ربي شرح صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني وكل ضعف يكسرني وكل أمر يبكيني ولا تفجعني في مستقبلي ولا في نفسي ولا في باقي أهلي ولا تعسر أمري وافتح لي أبواب المغلقة طبعاً اليوم توقعتنا لأيوم الخميس 23 آذار مارس اليوم في انتقال لبلوتو وأيضاً في انتقال للقمر من برج الحمل لبرج الثور وأيضاً في عنا خلو مسار طبعاً القمر الآن ولغاية ساعات المساء موجود في برج الحمل هو الآن موجود في منزلة البطاين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و16 دقيقة من ظهر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسب لإظهار أي شيء ومناسب للسر والكتمان وإخفاء الأمور بما أن القمر موجود في برج الحمل معناته بظل كمان هذا اليوم عنا طاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميماً وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضاً يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضاً في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو إدخال تعديل على قصة الشعر وإقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً ضل عندنا زاويتين ولكن الأهم من الزاويتين إنها بدأت التأثيرات الحامية اللي هي العنيفة والأمور اللي إلها علاقة بالتفجيرات والعنف والأمور هاي تظهر بسبب انتقال المريخ اللي بدأ بتأثيراته اللي بدأت ينتقل من الجوزاء للسرطان وعادة خمس أيام ما قبل وخمس أيام ما بعد بتكون ذروة هاي الصعوبة أما بالنسبة لزاوية التربيع اللي رح نذكرها اليوم آخر يوم لإلها طبعاً في أشخاص سألوا إنه ليش طب ما هي الشمس أساساً انتقلت والمريخ ما زال موجود بالجوزاء يعني زاوية التربيع من المفروض أنها انتهت آه زاوية التربيع المتصلة انتهت ولكن تأثيرات زاوية التربيع المنفصلة ما زالت مستمرة حتى بعد ما أبطل أذكرها لأنه عادة زوايا الاتصال سبع درجات ما قبل وسبع درجات ما بعد الذروة يعني مثلاً بكون الشمس على درجة ثمانية وعشرين المريخ بكون على ثمانية وعشرين هاي زاوية متصلة لما بصير على درجة خمسة بظل هاي اسمها درجة منفصلة حتى لو الشمس ضلت على نفس النقطة فما بالك إنه اثنين بتحركوا وراء بعض فعشان هيك بتظل حماوة الزاوية موجودة طيب زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين المريخ طبعاً تأثيراتها بتنتهي اليوم آخر يوم لإلها هي تأثيراتها من عشر ثلاث وبرضو اليوم وخلال الأيام الجاية بسبب الانتقال بسود جو من التوتر والعدوان وبحيث إنه بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير وتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة أو احتجاجات أو عنف وبتدل على إنه حكومة ما ممكن تميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبرضو بالدل كذلك على ازدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك إضربات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة والطبيعة برضو ما زال لها نصيب أو بعض التأثيرات اللي هي أحداث لها علاقة بالزلازل أو حرائق أو انفرق إتجارات أو طقس متقلب لأبعد الحدود بين أمطار عنيفة أو برد قارس أو حار جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي مستمرة برضو لا يوم 24 ثلاث هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها وبدل على قيام حكومة ما أو تعرضها لتحولات أو تغيرات إيجابية وكذلك زيادة في الاستثمارات لتطوير البنية التحتية لبلد ما والاهتمام أكثر بميدان البيئة والمحافظة عليها أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير وهو انتقال بلوتو لبرج الدلو طبعا رح ينتقل كوكب بلوتو من برج الجدي لبرج الدلو صارت في حلقة كاملة موجودة على القناة فيها التفصيل وتأثيرات والأمور هاي ولكن الآن أنا بذكر التواريخ بالمختصر بالمختصر هو رح ينتقل يعني اليوم ساعة 12 و24 دقيقة ظهرا رح ينتقل لبرج الدلو ورح يظل في برج الدلو لغاية يوم 34 بعدين يوم 34 رح يبدأ بعملية التراجع رح يتراجع في برج الدلو ويوم 11 ستة رح يرجع متراجع لبرج الجدي ورح يستمر في التراجع في برج الجدي حتى يوم 10 عشرة وبعدها بيرجع للحركة الأمامية برضو في برج الجدي لا ينهي تراجعه يوم 21 واحد 2024 وبينتقل بعدها للدلو يعني بمعنى آخر رح يظل بلوتو بحركة أمامية وتراجعية أمامية وتراجعية حتى في سنة 2024 وما بيطلع نهائيا بظل في الدلو يعني بنتقل للدلو بظل في الدلو في 2043 في شهر أربعة عشان هيك يعني الترويج والتهويل اللي صار لهذا الموضوع وهاي الفيديوهات الكثير اللي صارت والضجة مع الهداعي احضروا الحلقة عشان تعرفوا ليش أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة خمسة و 12 دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا هاي الزاوية تعثيراتها بتكون من ساعات الصباح وبتستمر لغاية ساعات منتصف الليل بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر وبتدل على تحسن الحالة النفسية للجنود رجال الأمن العمال في قطاع الصناعة ارتفاع معنوياتهم بدلهم مجهود أكبر وبالتالي في مردودية أكثر وما نلاحظ في هذا اليوم قلة في عدد العمليات الجراحية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة خمسة واثناشر دقيقة بعد العصر ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وواحد واربعين دقيقة مساء لا ينتقل القمر بعديها ويستقر في برج الثور هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا فيه أول ما تنتهي أول ما ينتهي خلو المسار بتبدأ زاوية التربيع السلبية اللي رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون الساعة ستة وواحد واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر ولغاية ما بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة هذه زاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتدل على استيهاب في الرأي العام من تدهور الأوضاع أو التلوث البيئي أو عدم استقرار في أسعار بعض المنتوجات الغذائية أما بالنسبة للساعة ستة وواحد واربعين دقيقة أيضا القمر خلاص بيكون امتقل واستقر في برج الثور عشان هيك من ساعات المساء نشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكن خلال هذا اليوم الاهتمام خصوصا في ساعات المساء ولكن أنا أقول خليها لليوم الذي يلي ليوم الجمعة بيكون أفضل إلا الأشخاص اللي عايشين في أوروبا أو في أمريكا في كندا لأنه بيكون عندهم لسه فترة الصباح فيمكنهم شراء عقار ماء أو قضاء وقت ممتع في البيت أو مناسبة عائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهي رح تكون في تمام الساعة 9 و56 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية وبتدل على حسن أمزجة فئات الشعب المشتغلة بالقطاع الفلاحي المناجم المحاجر والشيوخ بالخصوص وزيادة في مردودية مؤسسات الدولة والصناعات الثقيلة والقطاع الفلاحي والمنجمي واستقرار في البورصة والأسهم طبعا يكون استقرار محدود يعني مش استقرار طويل وخصوصا هاي الزاوية جاية في آخر الليل يعني تأثيراتها من غاغرب الشمس ولغاية صباح يوم الجمعة ما رح أحكي لكم حطوا لايك أو ديسلايك أو أذكركم يلا زي ما بدكوا يعملوا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الرأس، الأسنان، اللسان، العضلات المخططة، القضيب، المرارة، الشرايين، والدم هدولة الأكثر حساسية تأثيرهم بظل لغاية ساعات المساء من ساعات المساء وما بعد بصير عندنا العنق والحنجرة، الحبال الصوتية، الغد الدرقية، اللوزتين، تفاحة آدم هدولة بصيروا الأكثر حساسية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الثور أو رح ينتقل لبرج الثور، خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت خمس وعشرين ثلاث بيبدأ في تمام ساعة أربع وثمنتعشر دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى اليوم التالي أي بعد منتصف ليل السبت على الأحد يعني ساعة 12 و 41 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هي من نكون دخلنا على يوم الأحد لينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الجوزة أما بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر الهلال، عمره الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة 44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بصير عمره ثلاث أيام، نسبة الإطاءة بتصير 7% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة منتحس بنسبة عشر في المية القمر في الحمل وبدي ينتقل للثور زي ما حكينا في ساعات المساء ورح يظل في الثور حتى يوم ستة وعشرين ثلاث هو الآن منتحس بنسبة ستين في المية في ساعة الصباح بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الظهر بترتفع نسبة السعود إلى خمس وثمانين في المية وبتكمل طيلة النهار عطارد في الحمل حتى يوم ثلاثة أربعة سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الثور حتى يوم احداش أربعة منتحس بنسبة عشر في المية الآن في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية المريق في الجوزاء حتى يوم خمس وعشرين ثلاث سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستة عشر خمس سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بدينتقل للدلو رح يظل في الدلو لحركة أمامية ليوم 30 أربعة هو سعيد بنسبة 15% أكيد يعني أكيد أكيد ما حطته يعني في ناس منكو لسه أرضو لا حطوا لايك ولا حطوا أي شي عادي 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 ما رح ناقش هو أصلا رمضان كريم أساسا وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا منه الآن ولغاية ساعة المساء فقدكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم بتهتموا بمظهركم بالتغييرات الإيجابية وهذه مرحلة تعتبر ملحلة ممتازة جدا للانطلاق بمشاريع جديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وإنت سباق ورائد في حقق اختصاصك مهما كان يعني على حسب أنت شو بتشتغل وشو بتعمل اليوم بتحقق نتائج أما في ساعات المساء فبصير هذا اليوم بيحمل معاه فرص مالية أو تركيز على الوضع المالي وممكن هاي الأمور يعني يكون فيها مفاجأة أو تدخل تحسين على مزانيتك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هذا اليوم بيتطلب منكم من الآن ولغاية ساعات المساء ما زال القمر موجود في بيت المتاعب معناته ما زالت الأجواء بتتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني فبتكوا تضعوا سلم لأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا لغذاءكم راحتكم لأن طاقتكم نازل شوي هيك حساسين مضطربين عصبيين متقلبين مزاج مكتئبين فاليوم برضو نفس الشيء رح يكون فيه نوع من أنواع تأخير بالمشاريع وممكن تلغى أهم إشي أنك تتجنب اتخاذ أي قرار وتتأكد من حجوزاتك إذا كان عندك سفر أو حجز شيء معين فممكن يصير فيه تأجيل أما في ساعات المساء فهنا بتصبح ثقتك بنفسك أكبر وبيعمك النشاط وبإمكانك أنك تبادر لخطوة جديدة الداعم من مركزك الاجتماعي طبعا بتصير هاي فترة مميزة واستثنائية ولكن في ساعات المساء برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بيظل النشاط الاجتماعي هو اللي مسيطر عليك وممكن اليوم تلتقي بعض الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسب سعيدة حاول أنك تكون اجتماعي أكثر أو تتقرب أكثر من أصدقائك ممكن تحصل تأييد أهمش أنك تكثف ارتباطاتك اليوم أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك ويعني ممكن هيك في ساعات الصباح تصير عصب شوي فحاول أنك خلال النهار ما تتخذ أي قرارات حاسمة لأنه القمر بيقترب لبيت المتاعب فبتبدأ بعض الضغوط تسيطر عليك فعشان هيك حاول أنك ما تجهد حالك حاول تنتبه لصحتك ما تتخذ قرارات ما تعصب وما تجازف وخصوصا في ساعات المساء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء أنك تهدؤوا من روعكم تعتبر هاي فترة شوي فيها بعض هيك مشحونة بالمتاعب والتوتر فبدأك تعالج الأمور بالهدوء وحاول أنك تقدم أفضل ما عندك ورح تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي خلال هذا اليوم أما في ساعات المساء فهنا بتسعد من لقاء الأصدقاء العدقاء أنا دول بتسعد من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم بفاجئكم أحدهم بالتصرفات أو طلباته بترافقك رياح مؤتي رغم الضغطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم التأييد وتعتبر هاي فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصال البعيد والعلاقات مع أشخاص خارج البلاد يعني نشاطاتك عالية جدا ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو الجراء مقابلة وبتقدر اليوم تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجح بالترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد أهم شيء أنك ما تهم الواجباتك حتى ولو كثرت أو صعبت ونظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير وحاول أنك تتقدم بجراءة خلال هذا النهار لأنه يوم مميز بالنسبة لإلك أما من ساعات المساء فهنا بصير الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض أهم شيء أنك تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنتوا بحاجة لها طاقة عالية جداً اليوم لإنجاز أعمالكم وإتمامها أهم شيء أنك ما تترك ذيول المتاعب إنها تسيطر عليك ممكن يصير قلق على مسألة لها علاقة بصحة أحد أفراد العائلة أو مسألة بتتعلق بالبيت أما من ساعات المساء فهنا الأجواء بصير إيجابية فهذا التركيز بصير على الاتصالات البعيدة السفريات العلاقات مع الأجانب الاتصالات بأنواعها وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما عشان هيك ساعات النهار ما بجوز إثارة المتاعب يتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحذروا من الحوادث قدر الإمكان والأعداء يعني إصابات بالمطبخ إصابات بالمشي إصابات بالحركة يعني بتكون تنتبهوا هما ما في مخاطر ولكن الانتباه ضروري أما من ساعات المساة فبتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتصير بحاجة للرعاية أكثر برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا الخمر الآن بدأ يعني من ساعات الصباح بيبدأ بمراحل المقابلة إحنا منسميها فببدأ الضغط شوي شوي زيد عشان هيك من الآن لغاية ساعة المساء أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من زملائكم اليوم تقدروا تنظموا جدوى الغذاءكم تأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر عندكم اليوم النشاطات بس بعض موليد برج العقرب ممكن يشعروا ببعض التعب يعني برضو بإمكانك أنك تحرز تقدم مميز خلال ساعات النهار ولكن في ساعات المساء هو أنا يعني القمر رح يصير مقابلك بيصير الوضع العلاقة بالشريك شريك المال أو العاطفة وتعزيز العلاقات معاهم أو تعاون من طرف ثاني بس بدك تحاذر من الانفعلات لأنه بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بيغنى عنها بسبب عصبيتك أو ردات فعلك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم والظروف بتصير جيدة أكثر احتمال أنه يكون فيه تركيز على أحد الأحبة إما إيجابي أو سلبي فيه نشاط فيه ديناماكية بتميلوا للهوة ترفيه عن النفس يعني الأجواء ما زالت إيجابية على المستوى العاطفي على مستوى النشاط على مستوى الطاقة كاملة ممتاز جدا في ساعة المساء هنا بصير التركيز أكثر على العمل وإنكوا قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن بتتنظموا أعمالكم بشكل جيد وتنظموا جدول غذاءكم برضو بشكل جيد وحاولوا أنكوا تأخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم من الآن ولغاية ساعات المساء والتفاهم مع أفراد العائلة تعتبر هاي فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة خلال هذا اليوم ولكن ممكن يكون في بعض التوتر بسبب حدث طارق أما في ساعات المساء الأجواء بتصير ممتازة جدا لأنه القمر رح يصير في البيت الخامس فهو أنا بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو بيطمئن بالك نسبيا لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادل لصالحك أهمش أنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط عندك سرعة بديهة عالية ومهارة ملموسة أما في ساعات المساء فبوسعكم إدخال أي تعديل المطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهمش أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك مهما كانت الظروف برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية ممكن تسمع خبر سار أو يلعب قريب دور مهم ممكن تهتم بقضية شراكة عمل أو تعالج بعض الأمور بشكل دقيق ويعني رح يكون برضو الاهتمام بالأمور المالية هو الأساس خلال هذا اليوم أما من ساعات المساء هنا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار حاولوا أنكم تكونوا يعني طاقتكم ممتازة رح تكون فعشان هيك ما تضيع عليكم الفرص حاولوا تكونوا بس هادئين ويعني ضبط الأعصاب مطلوب ولكن أنت عندك قدرة من الإقناع عالية بتصير في ساعات المساء والحظوظة بتلعب دور كبير برضو برضو ما رح أحكي لكم حطوا لايك والله كريم الله كريم ورمضان كريم يلا أميشي صلوا على محمد والمحمد اللهم صلي على محمد والمحمد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء